تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تنظم وزارة داخلية الملتقى السادس لطلبة وطالبات المناطق الحضارية بالعاصمة الإدارية يأتي ذلك لتعرف على منشعات العاصمة الإدارية ومرافقها التي تجسد إرادة المصريين في بناء الجمهورية الجديدة تنطلق مبادرة الجي الجديد برعاية الرئيس الجمهورية إلى آفاق جديدة من النجاحات في مواصلة ترسيخ الانتماء الوطني لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة محطة عدل منصور التبادلية العملاقة هي نقطة البداية للملتقى السادس للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية عيس استقل الشباب القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد أحد عناصر منظومة النقل النظيف في مصر باتجاه محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة كانت هي مقصد الملتقى السادس لمبادرة الجديد ليرى الشباب حجم الإعجاز والإنجاز في هذا المكان الذي تحول في أقل من سبع سنوات من رمال إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعماري وأحيائها المتنوعة بدأ الشباب جولتهم بالعاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم ويعد أولى الإنشاءات البنائية في العاصمة الإدارية صدر الأمر بإنشاء مسجد الفتاح العليم يوم 6 يناير سنة 2017 وتم افتتاح المسجد يوم 6 يناير سنة 2019 خدنا كام؟ سنتين وده معناه إن كان كل الطاقات الممكنة وكل القدرات الممكنة اشتغلت وتكتفت وتعاونت عشان تبرز لي هذا المظهر والمنجز الحضار أماكن جميلة جداً أول مرة في حياتي أشوفها لو قد تسمعناها في التليفزيون بس النهاردة مفصوطة جداً أن أنا جيت شوفتها تضمنت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح والتي كان افتتاحها في ذات توقيت افتتاح مسجد الفتاح العليم الدولة حريصة على أن هي بتثبت فكرة الوحدة الوطنية أننا كلنا شعب واحد دي فكرة مهمة جداً أن الدولة نفسها تكون أول مشروع لها في مكان كان صحرة تماماً أن هي تبني جامع وتنيسة تعلمنا في المبادرة يعني التسامر وأننا كلنا واحد وبنعيش في وطن واحد وتعلمنا في المحضرات يعني إيه الوسطية ويعني إيه حرة الاتقاب أنا فرحان أن أنا جيت وزورة القدرائية وزورة مسجد الفتاح العليم وعرفونا في المبادرة أن الاتنين تبنيوا في وقت واحد وده يأكد أننا هنا في مصر نسيج واحد وتوجه الشباب إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي حيث شاهدوا مسجد مصر والمصمم على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بروح الحداثة والعصرة ويعد سالس المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين كما يضم المركز داراً للقرآن الكريم نقش فيه القرآن كاملاً في سلاثين إيواناً بسواعد وأياد مصرية وبضقة كبيرة روعة من روعة العاصمة الإدارية أنه نحن نشوف المصحف الشريف ما نحط على الجدران وأننا شوفنا مصحف سيدنا عصماني بن عفان أول مصحف يعني ودي كان حاجة عمره متوقعته أنه كان حلم بالنسبة لأنه نحن العاصمة الجولة التي استمرت على مدار خمسة أيام بالعاصمة الإدارية شاملت مدينة الفنون والثقافة والتي أنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر بمكوناتها الفريدة أهمها قاعة الأبرة متحف عواصم مصر ومكتبة العاصمة الإدارية مجموعة من الصروح العظيمة جداً من أجل مستقبل مصر ومستقبلكم منكم شخصياً عشان تتعرفوا على فنون بلدكم اللي مش بس بننهلكم بننقلها عن طريقكم للعالم كون مجلس النواب أيقونة معمارية فاريدة في العاصمة الإدارية توجه إليه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمعرفة كيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي واستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بنائه وقد حصل المجلس على أفضل مشروع إنشائي عربي عام 2021 بنرحب بشباب المبادرة في مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة ومهم جداً أنهما يجوا يتعرفوا على المجهود اللي بيتعامل في العاصمة الإدارية والحقي الحكومي عرفنا النهاردة إن مجلس النواب ليه سلطة تشريعية وسلطة رقابية ودي معلومات كويسة إحنا عرفناها النهاردة أجيال طلع في مصر جديدة بدحكة جميلة ترق الأل وعلى بعد أمطار قليلة من مجلس النواب كان المقر الجديد لمجلس الشيوخ حيث تعرف الشباب الجديد على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية مخورة جداً أننا مشاركة في المبادرة دي لأنها بتعلمنا حاجات كتير وكل مرة بستنى المبادرة هتفجئنا بإيه وهتعمل إيه حاجات جديدة اتعلمت في المبادرة كلنا واحد جيل جديد إن السلطة التشريعية تكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين ومجلس الشيوخ هو اللي بيراجح ولما روح أقول آلي لازم ينزلوا في الانتخابات علشان نختار أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحرصت مبادرة جيل جديد على استحاب الشباب إلى مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي وأتيحت لهم الفرصة لزيارة القاعة المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء من خلال زيارة البراعم وزي ما شفنا النهاردة ومروا على مجلس الوزراء وشافوا الحي الحكومي كله في انتقال الحكومة من القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة شافوا إزاي فيه تخطيط جديد بيحصل سواء على مستوى المباني وسواء أيضا على مستوى التحول الرقمي والربط ما بين الوزراء المختلفة احنا تعلمنا في المبادرة حاجات كتير منع مجلس الوزراء بيمثل سلطة التنفوذية في مصر المجلس الوزراء بيكتمحنا كل أسبوع علشان خطت لنا مستبعنا ومع استمرار الأعمال الإنشائية في البرج الأيقوني كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذي يقع بحي المال والأعمال ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا مجسدا إرادة المصريين في البناء والتنمية المبسط أود أننا جاءت العاصمة الأدارية هنا في برج الأيقوني ما كنتش متخيلة أنه هو يكون بالشكل ده وبالدخومة ده بشكر الرئيس عبدالفتاح السيستين لما يخلينا نشوفه الإنجازات والتريق بلده وتحت أطول ساري عالم في العالم التقط شباب جي الجديد صورا تذكارية حيث يعد هذا الساري جزء من ساحة الشعب والتي تعتبر من أبرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني ومدون عليه أسماء شهداء مصر مبسوطة جدا برضو أنه إحنا بصينا على ساحة الشعب وعرفنا حاجات فهو أكتر وبجد مناظر طحفة بجد والله العظيم مناظر طحفة أنا مبسوطة أنه إحنا بجد بردنا حاجات زي كده مبسوطة أن سيادة الرئيس فكر أنه يعمل مبادرة زي كده مبادرة غيرت في شخصيتنا كثير جدا خليتنا طموحين وبنبص الأحسن حاجة دايما موسيقى كما قام الشباب بجولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية وأقيم كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية تحية كل إيد مصرية أنها قادرة تحول الصحراء دي للجمال دا كله والحاجات الخضراء دي شكلها منظرها تخليه بالجميلة وعلى هامش الملتقة السادس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تم تنظيم ندوات ثقافية لهم بالحي الحكومي حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها أنا اسمي صابر أحمد من حي معا وكنت عايزة أعرف إزاي منشآت دي كلها اللي في العاصمة الإدارية الجديدة اتبنت إزاي في سبع سنين الإرادة، المعافرة صح ولم الصح؟ دا الوقت قصير، مش هننام بدل ما وردية واحدة تشتغل سبع ساعات، إتناشر ساعة تشتغل تلات ورديات في اليوم العمل شغال 24 ساعة نحن بنشتغل في المبادرة بنشتغل على جناء الفكر كيف يمكن صياغة فكر مبدع فكر المستقبل القدرة على استشراف المستقبل هو دا اللي بيبني الأمم فخورة جدا أن أنا في مبادرة الجيل الجديد كلنا واحد وحب أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر وخلال لقائه بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن مكافأة للطلب المتفوقين نحن نخصص لكم عشر ملح دراسية إن شاء الله السنة الجاية للمتفوقين في السنوية العام إنهم يجوا ونضموا دوسرة العاصمة وقدموا للجماعات هنا وإحنا بنتكفلين بكل سنوات الدراسة بكل المصاريف بكل ما يحتاجونه ومن كل حاجة أهم السنة طبعاً نحن نوريهم جودة حياة المستقبل جودة الحياة هي ده الفرق يعني هو ده نحن نوريهم النهاردة الشكل الجديد للجمهورية جديدة نوريهم مصر هتبقى عمل إزاي في المستقبل إنه هو ده مستقبلهم نحن متجاهز ليهم أمه هم اللي هيكبلوا وهم اللي هيستفيدوا بالحاجات دي كلها ومنها يشوفوا مستقبل عمل إزاي اختتم الملتقى فعلياته بحفلة طرفهية ساذها أجواء من البهجة والفرحة كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية شهدت تنافسا بين شباب المناطق الحضرية وإبراز مهاراتهم الرياضية بحضور عدد من الرياضيين استمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة هنشوفوا الدربة الحرة اتلعبت ودي تزديدة وجول جول جول اللي عجبني في المبادرة دي إنها بتهتم بالإنسان وبتهتم بالشباب وبتهتم بأبناء المدن الحضرية شوفنا شباب كويس جدا مبشر جدا حسيت إن ناس تحط على أسبوط ما كانش موجودة في الصورة وده الشيء المهم جدا بتاخد بالك من أولاد صغيرين اللي انت بتدعم أولاد صغيرين اللي انت بتقف جنبهم وتعلمهم وتلعبهم رياضة دي حاجة محترمة جدا شوفت لعيبة مميزة جدا نهارتا في اللقاء ده بيعني إن شاء الله بإذن الله عندهم مستعبق كويس جدا فترة اللي جاء إن شاء الله نلاقي النجمه 2 و 3 يمثلوا مصر في المنتخبات الوطنية ويحترفوا في الدول الأوروبية بقى نمزج مشرفة زي محمد صلاح وتريزجين وخلال الاحتفالية تم توزيح قائب مدرسية على شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد مصر لما تقولها عدي يبقى مش ممكن تهدي مصر حلفة مش هترجع إلا لما الفجر يطلع ونهار للدنيا يلمع مصر مش ممكن هتركع غير الرب العالمين والجوامع والكنيس مفتوحين اسألوا التاريخ وشوفوا غير الجند مين مصر صح يا كل حين صدرت علم وحضارة عبر آلاف سنين عشت يا أمي الدنيا دايما أزهاري فوقي نبلي اشتركوا في القناة